السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخبار الجميع سنكمل مشوارنا في الامبيدد سيستم ولكن دلمرة ان شاء الله راح نتعلم شي مختلف عن المواضيع الثاني اللي تكلمنا عنها راح نبدأ في هذه السلسلة بتصميم تطبيقات الحاسوب مع الامبيدد سيستم يعني كيف اقدر اسوه ابليكيشن في الكمبيوتر عندي وبعدين اوصل النظام عندي اين كان بالحاسوب وبعدين يتم المراقبة او التحكم عن طريق الحاسوب طبعا هذا الموضوع ما تكلمنا عنه سابقا تكلمنا عن الربط مايكرو كنترولر او مشروع معين عندي يعني تعلمنا كيف ان اقدر ان اوصله بالحاسوب عن طريق السليل كومينيكيشن وسوينا عليه تطبيقات ولكن لو اه يعني تلاحظون ان اغلب الاشياء اللي ركزنا عليها كان كيف ان اقدر اراقب البيانات وان اتحكم بالنظام عندي عن طريق التكست يعني اكتب شيء مثلا في الترمينال وبعدين يتم الرسالة البيانات الى الماكرو كنترولر وبعدين اتسوي يعني امر معين ونفس الشيء اذا ارسلت اي شيء عن طريق الماكرو كنترولر رح اشوفه عن طريق النافذة ولكن زي ما قلنا ان هذا الشيء يعني ما اتعمارا فيه الحين ان شاء الله رح رح نسوي تطبيقات بحيث اني اقدر يعني اتحكم بالتطبيقات عندي وراقب البيانات بشكل افضل طبعا فرح رح نستخدم لغة البايثن وراح اشرح ليه الاسباب اللي خلتني اختار بايثن عن باقي الوقات البرمنج الثاني وبعدها رح نتكلم عن اصدارات البايثن وتحميل البايثن عندي في الحاسوب وبعدها رح نشوف يعني لمحة سريعة اساسيات لغة البايثن على وامر وبعض المكتبات وبعدها رح نتكلم عن بيئات التطوير المختلف في البايثن نحن نعرف ان بايثن لغة برمجة فلا بد ان يكون عندي بيئة بيئة التطوير متكامل زي مثلا لغة سي عندي الكمباير اللي هو مايكرو سي اللي استخدمنا عشان نكتب في لغة سي ونبرمج المايكرو كنترولر فنفس الشي عندي في البايثن رح نتكلم عن هذا الشي وبعدين رح اتكلم عن برنامج سبلايم تيكس تري طبعا اه تكلمنا عن سبلايم تيكس لو تبكرون في دروس الويب لما اتطورنا اه صفحة ويب وبرمجنا السيرفر والداتابيس كلها كان عن طريق السبلايم تيكس فرح اه نتكلم عنا في لغة البايثن ورح نشوف كيف نقدر نستفيد من اه هذا البرنامج في استخدام لغة البايثن وش مميزات ولا ما اخترنا الاي دي اللي يجي مع البايثن نفسه بعدين طبعا رح يكون عندنا موضوع مهم اللي هو السيريال كومنيكيشنز كيف يتم اه تبادل البيانات بين النظام والتطبيق اللي سوايناه وبعدها رح اه نتكلم عن موضوع متقدم شوية اللي هو بايثن يعني كيف نقدر نصمم مواجهات رسومية تطبيقات برامج زي اللي نشوفها في الحاسوب عشان يعني يكون البرنامج اكثر يعني يكون شكل افضل ويعني اكثر اه منظر من البرامج العادي يعني لو كان عندي البرنامج عن طريقة تكست يعني بيكون من الصعب ان ارسل مثلا اون عشان اشغل لي شيء ثم ارجع اكتب اوف عن طريقة تكست فهذا الشي يعني ما هو يعني برنامج متقدم فنحن في البيثن جيو اي رح نسوي برامج رح نسوي ديزاين للشكل ورح نختار عناصر معينة ووجهات رسومية وبعدين رح نقدر ان نشوف كيف يتم تبادل البيانات وكيف نقدر نتحكم من خلل هذه العناصر اللي صممناها بحيث ان يكون عنده تطبيق متكامل طبعا فهذه السلسلة رح رح نركز اكثر عن استخدام المحاكاة لانه على حسب ما لاحظ ان اكثر الشباب ما يكون عندهم فيعني مو اي واحد يقدر يجيب العناصر اللي رح نستخدمه في المشروع فرح نستخدم البوتوس تكلمنا عنه بالتفصيل من بداية الدور عندنا رح نستخدم نفس المتحكم ولكن زي ما قلت اغلب التطبيقات رح تكون عندي في المحاكاة عشان الكل يعني يقدر يشارك معنا فهذه السلسلة ورح يكون عندنا اللي هو مشاريع عشان يعني نفهم المواضيع اللي تكلمنا عنه رح يكون بعد كل موضوع نسويه رح يكون فيه ان شاء الله تطبيقات ومشاريع عشان نفهم الاشياء اللي تكلمنا عنه عندي اول سلايد بشكل سريع كده طبعا نقدر نلاقي يعني مواضيع ويعني شرحات كثيرة ولكن انا يعني هنا حبيت يعني وش انه يعني ادخل في زبدة الموضوع يعني نحنا في النهاية هدفنا مو ان يعني بس نعرف هاد اللغة أو يعني نبحث عنها يعني نقدر نستخدم هاد اللغة بحيث انه نقدر نستفيد في الاشياء اللي نحنا اصم من اجلها رح نتعلم هذا اللغة اللي هي الامبيد السيستم فينا يعني هذا هدفنا الاول والاخير يعني كيف ان اقدر اسوي تطبيقات ويعني اسوي برامج في الحاسوب عندي عشان اقدر اني اتحكم بالسيستم او اني اراقبه يعني عن طريق الحاسوب طبعا رح اقدر اتواصل واتحكم بهذا التطبيق من خلال البرامج اللي رح اصممها باي لغة كانت ومو بس بايثن عندنا لغات كثيرة زي سي بلس بلس و جاف وغيرها فانحنا هنا رح يعني باختصار رح اه نشرح لغة البايثن طبعا بايثن هي لغة عالية المستوى تستخدم لاغراض عامة يعني اقدر اسوي فيها يعني ما هي بس للدسكتوب وابلكيشن تطبيقات الحاسوب اقدر استخدم مثلا لتصميم صفحات الويب لاغراض علمية لتحليل البيانات الذكاء الاصطناعي ومشين ليرنين واشياء كثيرة وطبعا من ضمنها يعني في الفترة الاخيرة صارت تستخدم في الامبيد سيستم زي عندنا الراس بري باي نقدر نبرمج عن طريق البايثن وعندنا مايكرو بايثن اللي تستخدم لغة البايثن اللي برمجت متحكمات او الواي فاي موجول زي اللي تكلمنا عنه وبرمجناه في مواضيع الويب هنا نلاحظ كيف عندي مثلا اراقب البيانات او حالة النظام وهنا الاشارات وغيرها يعني زي ما نفهم ان اللغة رح تساعدني في الانترفيس ربط الانظمة اللي بناتها اقدر اراقب هذه الانظمة واتحكم فيها عن طريق الطبيقات اللي أسوي بلغة البايثن عند السبب الرئيسي ليش اخترنا بايثن طبعا فيه اسباب كثيرة جدا لاستخدام البايثن ولكن هذه بعضها او شي ان عندي اي برنامج يكون مكتوب بلغة البايثن يعني يكون من السهل لنا الواحد يفهم حتى لو يعني واحد ما يعرف شي في البرمجة بمجرد ان يشوف كود مكتوب بلغة البايثن رح يحس ان فيه سهولة ان يقدر يفهم وظيفة الكود يعني سهلة القراءة باختصار غير اللغات الثانية مثلا يكون عندي اشياء معينة مثلا بعد كل امر لازم احط نهاية الامر ويكون عندي لازم اسوي البراكيت وغيره وغيره وهذه الاشياء عندي في البايثن مجرد اوامر اكتبه كأنني قاعد اكتب عني في اللغة الانجليزية يعني سهل سهل القراءة طبعا عندي السبب الثاني اللي هي فيه يعني عندي اقل اقدر اسوي الشيء اللي ممكن اسويه بلغة الثانية باقل مجهود باقل خطوات يعني مثلا لو ابي اسوي برنامج مثلا نفترض اني قاعد استخدم بالسي بلس 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 مثلا في الكمبيوتر قاعد اسوي نظام اني كيف اقدر يعني راقب المشروع معين عندي فاذا كنت بسوي بالسي بلس 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 ياخذ مني مثلا خلنا نقول عشرين سطر عندي بالبيثن اقدر اسوي هذا الشيء ممكن بخمسة تسطر لانه تختصر عليه اشياء كثيرة هذه من ضمن يعني الميزة اللي نستخدم فيها بايثن بعدين عندي لو نلاحظ ان في لغة البيثن راح يعني نلاقي مكاتب كثيرة ودوال راح تختصر عليه اشياء كثيرة جدا يعني مثلا عندي فانكشن معين لمراقبة البيانات وتحويل اللي عندي الاشارة مثلا اللي نشوف عندنا في الصورة هذا يعني مكتب واحد بس استدعيه بمجرد ان ارسل هذه البيانات وسوي بلات راح تظهر عندي الاشارة بهذا الشكل اذا كنا بنسويه في لغات ثانية راح راح تاخذ يعني العديد من الاوامر اشياء معقدة طبعا لغة البيثن لغة مشهورة يعني لسهولة استخدامها وانه تختصر عليه وقت ومجهود طبيعا راح تكون يعني لغة مشهورة واذا كانت اللغة مشهورة يعني اكيد راح نلاقي فيها يعني السببورت ويعني الدعم راح يكون فيها مره منتشر في المواقع وغيره من الكتب وطبعا زي ما قلت فيه اشياء كثيرة ولكن نحن هنا بس بلمحة سريعة وكيف اقدر استخدمها هنا عندي بلمحة سريعة لغة بايثن وكيف اقدر استخدمها راح نتكلم عن كل هذه الاشياء في وقتها هنا عندي بعض الاشياء عشان واحد يشوف كيف لغة بايثن سهلة تعامل مثلا عندي هنا هذا الامر راح استدعي فيه مكتبة السيريال راح تسمح لي اسوي انترفيس مع الجهاز هنا مثلا نفس الشيء عندي مكتبة ولكن من خلال هذا الامر اقدر استدعي بس شيء معين يعني معين من من اللابري فكتبنا اللي راح يسمح لي اسوي ديلي نفس المات كنترولر لما اسوي ديلي يكون عندي هود المدة معينة يعني تأخير زي اللي شفنا في المات كنترولر وبعدين اسوي الامر اللابي بعد الديلي يعني لو تلاحظون يعني فيه سهولة يعني نقدر نفهم يعني يعني نحس ان فيه سهولة في قراءة الاوامر هنا مثلا عندي اس اي ار ادم اي اسم متغير يساوي سيريال دوت سيريال بعدين نختار المنفذ ومعدن نقل بيانات خلاص كذا راح ارجع لهذا الاسم لتواصل مع الجهاز اذا كنت ارسل بيانات او اقرأ البيانات من السيستم فهذه يبقى اختصار حق السيريال نحس ان الامر سهل في لغة البايثن هنا عندي ونكتب التكست خلاص كذا راح يظهر عندي في او في السيستم اللي راح ارسله هنا عندي مثلا متغير معين لو نلاحظينه في لغة البايثن ما يحتاج اني يعرف المتغير مجرد اني حط اسم المتغير وبعدين اسند لا قيمة خلاص كذا راح اوتوماتيكا راح يتعرف على نوع المتغير يعني مثلا وش سوت اكس يساوي كذا تلقائيا راح يتعرف على ان راح يعرف المتغير اسمه اكس والنوع راح يكون فلوت وقيمة راح تكون عشرين فاصلة ثمانية فزي ما قلت يعني لغة بايثن يعني فيها سهولة ومرونة في كتابة الاوامر وغير السي لابد ما في السي اذا كنت زي ما شوفنا اني بنعرف مثلا اكس ونسند للقيمة اللي هي توني عشرين او اي رقم ثاني فيه كسور لابد اني اعرفها فلوت او دبل هين عندي في البايثن مجرد اني حط اسم المتغير واسند للقيمة خلاص كذا راح يتعرف عليه بشكل مباشر بانه اه فلوت هين عندي نفس الامر اللي فوق اكس يساوي تونتي بوينت ايت بعدين عندي هنا وش سويت برينت ذالمرة سويت كاس القيمة كذا راح تطلع عند القيمة على شكل انتجر يعني ما في اكسور بس عشرين الوطبوت راح يكون عنده اشرب هنا عندي لو بسو فونكشن لازم احط هذه الكلمة اللي هي الديف بعدين ما اخترع اسم الفونكشن بعدين هنا عندي البرامترات اللي بتروح للفونكشن اللي راح يستقبل الفونكشن هنا عندي الارغومنت فهذا طبعا دالة هذه دالة كاملة وظيفتها انها راح تستقبل المتغير وراح يسوي البرينت فهنا اذا استدعيت الفونكشن ماي فونكشن بعدين حطت التكست التكست راح يستقبلها ال اكس بعدين راح يسوي البرينت راح نشوف هذا القيمة عندي في الخارج طبعا لغة سهلة زي ما قلت راح تختصر علينا اشياء كثيرا يعني احنا نعرف كيف نقدر نسوي هذا الشيء في لغة السي وكم من الاوامر نحتاج عشان نسويه لكن هنا في لغة البيتان الامر سهل جدا هنا عندي تطبيق معين امبورت سيريال هنا تعريفات حق السيريال وهنا عندي السليب اللي هو قلنا بيسوي لي ديلي هنا تعريف السيريال كومميكيشن منفذ اثنين طبعا على حسب المنفذ اللي موصل فيه السيستم حقي انا عندي في الكمتو هنا معدن نقل بيانات نقدر نحط اي على حسب السرعة ولكن ننتبه انه لازم يكون في الطرفين نفس السرعة زي ما تكلمنا عنه بالتفصيل في درسل UART سيريال كوميكيشن هنا عندي قلنا نرجع لهذا المتغير اللي عرفنا فيه سيريال كوميكيشن عندي سير دوت رايت بعدين ارسل الامر اللي به انا عندي هنا التكس عندي ليد وان يساوي اون بعدين عندي امر كتابة ايضا سلاش ار سلاش اين هذا بيعطيني امر اللي هو ينزلي سطر جديد بعدين عندي سليب زي ما قلنا استدعينا مكتبة الديلي عندي سليب لمدة خمس ثماني كدر راح يرسل ليد اون سطر جديد خمسة ثماني وبعدين ليد واحد يساوي اوف هنا سطر جديد لو لاحظ عندي هنا في هنا عن طريق برنامج الباتي راقب تبادل بيانات هنا عندنا مثال على استقبال من المستخدم من المستخدم لدينا متغير يساوي راح استقبل قيمة هنا امر الامبوت يعني راح استقبل دخل نوع فلوت المستخدم انتر هذا التكسل راح يظهر للمستخدم المستخدم على اساس ان يسأل اه يدخل قيمة بعدين عندي اذا كان اذا كان الدخل اكبر او يساوي الصفر عندي هنا الاوامر مباشرة اكتب اف بعدين حط متغير اللي خزنت في قيمة الدخل اذا كان يساوي الصفر غير كده راح ي اه يظهر لهذه الرسالة اللي هي الرقم موجب غير كده اكيد راح يكون هناك كتفين عندي نشوف الخارج تحت اذا حطينا خمسة راح يكون موجب وهنا عندي استخدام استخدام الفورلوب عند الاكس يساوي 0 اعلنت عن المتغير اللي هو راح يكون الكونتر عندي بعدين فورلوب استخدام الفورلوب في بايثان يعني راح يساوي التكرار اربع مرات لو لاحظينا هذا الخرج طبعا هنا بعد هذا السطر عند الخرج 0 1 2 3 اربع مرات انا حطيته من الصفر راح يبدأ طبيعي من الصفر الى الاربع يعني 1 2 3 4 من الزيرو الى 3 اربع داخل اللوب هذا يعتبر طبعا في يعني نقطة مهمة في لغة البايثان ما عندي شيء اسمه القواسي عندي بقى الفورلوب مثلا في لغة السي ما عندي استخدم اللي هو البراكت افتح براكت بعدين اقفل اي شيء داخل هذا البراكت بعد الفورلوب يعني بين البراكت راح يتكرر هذا الامر اللي راح يتكرر عندي في البايثان ما في شيء اسمه براكت اصلا فمجرد ان احط الفورلوب لا بد ان احط انتنتيشن يعني انه يعني انه بعد اه الامر اللي يجي بعد الفورلوب بحيث ان يكون في سطر معين واي شيء تبيه يتكرر لابد ان يكون محاذاة الامر نفس اللي حطت الخيزة مثلا حطت هنا ما يصير ان احطه هنا مباشرة تحت فمجرد ان احطه هنا بجرد ان احطه هنا بجرد ان ننزل اصلا ان احط امر الفورلوب بعدين نحط نقطتين هنا بجرد ان اضغط انتر اوتوماتيك اللي هو راح ينزل ويسوي الاسمه هنا راح يسوي انتنتيشن فاي شيء تحت هذا السطر بالترتيب راح يتكرر يعني نقدر نتخيل انه بيكون داخل البراكت حق الفورلوب انا هنا عندي امر واحد بس اللي هو راح بعض القيمة زي ما نشوف هنا طبعا لهذا القيمة هنا عندي مصفوفة مي لست يعني اري يساوي هذا القيم عندي القيم الاول في الاندكس عندي زيرو في الاندكس افضل هنا الاندكس زيرو واندو فاول ما اجني عندي ارسوي لكي احصي اكسس البيانات وعرضها عندي في البيثان اشي اساوي اي هذا الاي راح يكون ايندكس اللي راح يتنقل بالعناصر مصفوفة فور آي إن في المصفوفة اللي هي ماي لست فرنت آي طبعا إذا طبعت للآي اللي هو قلنا راح يكون الاندكس اللي راح تنقل بالعناصر الاري فطبيعي أول ما سوف راح يطبع لي القيم حق المصفوفة لو تلاحظون هنا أنا ما حددت الرينج فور آي إن ماي لست خلاص هو أصلا أنا ما عندي إلا تري لوكيشن في الاري اللي تري اندكسز هذا القيم الموجود عندي فوتو ماتكلا راح يتعرف عليه وراح يتبع لي عناصر مصورة فهذه يعني زي ما قلنا لغة بسيطة جدا ما يعني مرة سهلة حتى ما يحتاج أنه يعني راح ما يحتاج نطول عشان نفهم لغة البيتين يعني زي ما شفنا أشياء بسيطة جدا يعني ما هي لغة تستاهلنا الواحد يقعد فيها يعني فترة طويلة على أساس إنه يعني يفهم اللغة ويبدأ يصمم فيها راح نلاحظ أنه راح نتعود على لغة البايثن بشكل سريع وراح نسوي فيها تطبيقات ونوصل فيها الانضمة اللي راح نبنيها إن شاء الله معي هنا عندي كيف أقدر أسوي هو متغير عام أقدر أسوي من أي مكان لو نلاحظ نحن إذا سوينا داخل فنكشن ما راح أقدر أسوي أكسس من خارج الدالة راح يكون محصور داخل الدالة بمجرد أني أنهي داخل الدالة فآخر تعليمة كده راح يروح عندي من الميموري فما أقدر أسوي أكسس من مكان ثاني كما شفنا في السي نحن نسوي مثلا متغير مثلا إنت أكسس سوي إيت خلاص هذا في السي عندي أقدر أسوي أكسس من أي فنكشن أبي هنا في البايتون يختلف هنا عندي أبا استخدمه في هذا الفنكشن وبعدين خارج الفنكشن طبعا آآ زي ما قلنا إذا سويت داخل فنكشن راح يكون تابع لهذا الفنكشن أما هنا عندي نزلت تحت راح يكون عندي يعني نقدر ندخيل إن هذا الميم فنكشن اللي هي وش وظيفة راح تستدعيلي ماي فنكشن نفس الفنكشن السبق وعرفت هنا وحطت فيه الأوامر داخل يعني هذي فنكشن مستقل في هذي الأوامر راح تطبع لي قيمتين راح نتكلم عنهم وهنا عندي الميم فنكشن تحت اللي هي كول فنكشن كول فنكشن ميم فنكشن وش وظيفة الميم فنكشن هنا أن تستدعي الفنكشن اللي سويته يعني باختصار تستدعي هذه الفنكشن وتطبع القيم اللي هي فالواجهة لاحظ هنا عندي يعني كده نحن نعرف أنه أنا عندي من نوع انتجر لأنه ما فيه ما عندي يعني قيمة بعد ما فيه كسور بس 8 فرح يكون عندي ثمانية فإذا كنت أستخدم الاكس من دالة ثانية بحيث أن يعني باختصار أخلي هذا الاكس جلوبال أقدر أسوي اكسس من أي فنكشن فعندي هنا استخدم عندي يعني كلمة محجوزة في لغة البايثن اللي هي جلوبال جلوبال اكس هذا رح يعلم الكمبيلر أنه عندي متغير اسمه اكس أستخدمه كمتغير عام حلو حين عندي يساوي سبعة طبعا يساوي سبعة هذا داخل الفنكشن يعني عرفناه داخل الفنكشن ما هو جلوبال بيكون يعني 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 خاص بهذا الدالة ليم الفنكشن أما الاكس لأن جلوبال اكس رح يتعرف مباشرة على أنه عندي اكس وباستخدمه داخل هذه الفنكشن كده ما رح يعرف لي على اسمه اكس لانه متغير جلوبال اكس لكي серьري اكس المرح حين حتى ثاني من الوكال آآ من فنكشن ثاني وانه غير قيمتها ولا لا. هنا عندي الاكس بعد غير قيمتها يساوي اكس زاد اثنين. يعني قيمة الاكس تساوي قيمتها الحالية اللي اصلا احنا كانت ثمانية هنا. فراح يزيد عن الثمانية اثنين اللي هي عشرة. بعدين عندي في النهاية برينت اكس انواي. حلو? طبعا هذا الشي ما رح يصير الا اذا استدعيت الدلم من بمين فمشن. نقدر ندخيل هذا الشي بمين فمشن. طبعا اكثر شي رح نتلخبط فيه بلغة البايثن ولكن هو شي يعني رح نتعلمه مع مرور الوقت. انه انه يعني لو نبن فرد بين دالة ودالة ثانية هي على حسب يعني طبعا هذا الدف رح تعلمني ان في عندي سابروتين معين زي هادة الدالة. وزي ما قلنا يعني اي شي تحت هذا السطر رح يكون داخل الدالة نفسها. فاذا نزلت انا خطوة تحت حتى وان خليت هذا الامر قريب من هذه الدالة ولكن ما حطيته في نفس يعني ما خليت تحت هذا الامر مباشرة هنا بس حطيته في هذا المكان مثلا يعني جبت ماي فونكشن استدعيته وحطيته هنا هذا رح يكون ما رح يكون داخل الدالة لان هي تعتمد على ترتيب الاوامر يعني تكون جنبه فوق بعض عفوان. بهذا الترتيب. فهنا عندي هذه الميم فونكشن واشتراح ستسويه لحسا تدعي الدالة. اذا شغلنا هذا الشي عندنا فالبرنامج رح نشوف الخرج ان اوشا بيكون عند الاكس قيمة عشرة. فعلا ثمانية زاد اثنين عشرا. وهنا طبعا هذا الوقل ما يهمنا قيمة بيطلع سبعة فهذا نقطة مهمة كانت في لغة البايثن. طبعا رح نلاحظ فيه اختلافات ولكن زي ما قلنا لغة البايثن سهلة جدا يعني اي واحد يقدر يتعلمه ويستخدمه في تطبيقات الامبادي السيستم. هنا عندي استخدام الوايل لوب. عندي مثال بسيط جدا. عندي مطاير اللي هو رح اجمع في قيمة الجمع. السم يساو زيرو. هنا عندي هذا رح استخدمه كالكاونتر. اخليه يبدع بواحد. ايساو واحد. هنا عندي الوايل لوب. هذا طريقة كتابة الوايل لوب. يعني نفهم كذا انه رح يحسب عندي. رح يبدأ الكونتر عندي. من واحد. الى الخمسة. وش رح يساوي كل مرة. رح ياخد قيمة السم الحالية. قيمة الحالية السم. زائد قيمة الكونتر. رح يجمعها. بعدا هنا عندي امر اه طبعا في الوايل لوب قلنا ان الكونتر عندي ما رح يزيد تلقائي. فلابد ان انا اساو هذا الشيء لو تذكرون درس الوايل لوب. لابد ان ازيد اه قيمة المتغير. قيمة الكونتر. الاساس ان بعدين يجي قارنة هنا اذا تحقت القيمة يطلع من اللوب. هنا عندي اي يساوي قيمة الكونتر حالية بلاس وان. يعني باختصار كني قاعد اسوي اذا تذكرون في السي اللي بلاس بلاس. بعدا في النهاية طبعا قلنا اول ما اكتب الامر احط نقطتين وانزل. فهذا السطر اي شيء تحت رح يكون داخل الوايل لوب. غير كده اذا نزلت تحت. وبداية من البداية هذا رح يكون عندي نقدر نتخيل ان المثل هذا الدلال الرئيسية. وش وظيفته? رح تطبع لي قيمة السم في النهاية هذا الخرج عندي خمسة درش. فهذه يعني لمحة آآ بسريعة لغة البايثان. طبعا هذا مو كل شيء ولكن هذه يعني اغلب الاشياء اللي يعني رح آآ رح نحتاجة في آآ في مشوار. طبعا رح آآ طبعا هنا يعني بيمكن ما يكون واضح هذا الشيء ولكن رح آآ نستخدم اللي هو البرنامج البيثان ونكتف آآ البرنامج هذه الاوامر ونشوف الخرج عشان يعني نفهم. اكثر. هنا عندي آآ رح نتكلم عن آآ آآ بيئات التطوير اللي نستخدم فيها بايثان. طبعا بايثان بايديفض اول ما نحمل بايثان من من الموقع رح نلاقي مع برنامج آآ آآ اقدر اكتب فيه البيثان واستخدمه تصميم آآ تطبيقات ولكن آآ رح آآ نشوف ليش يعني آآ رح نستخدم برنامج ثاني او نقدر نستخدم وهو نفس انا الى الان استخدمه ولكن يعني افضل استخدام ليش يعني لأسباب كثيرة اول شيء اقدر اصوفي اختصارات للآآ الكيبورد وشاة كثيرة وعندي يدعم لغات كثيرة وهذا الشي نحن قتجربنا عمليا وقتسوينا فيه مشاريع لو تذكرون درس الآآ استخدمنا في استخدمنا في استخدمنا من اللغة في السبلايم تكست استخدمنا الاش تي ميل سي اس اس جافا سكريبت يعني ساعدنا كثيرا في تصميم آآ تطبيقات الويب في مشاريعنا اللي تكلمنا عنها وعندي الاوتو كومبليت يعني اكملت القائل الاوامر وطبعا اه الحجم خفيف بالنسبة للآآ السبلايم تكست اقدر اخصص ويعني اعدل في آآ بيئة التطوير من حيث الخلفية والالوان وغيرها وتنظيم ملفات يكون افضل وانا اسرع وطبعا آآ في عندي اللي هو البرنامج طبعا انه هو لازم نشتري في ليسنس ولكن انا الى الان ما ما فعلت الليسنس وما واجهتني مشاكل يعني فري الى الان استخدمه ما 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 قد شرعت البرنامج اصلا اما برنامج الآ البرنامج اللي يجمع لغة البيثن اللي هو آآ اي دي ال اي راح يكون في بعض المميزات الموجودة ولكن هو يجمع البايثن فاائكد راح يكون في اشياء مهمة تخص لغة البايثن طبعا هو مجاني بشكل كامل وانه يجمع اي مع كل اصدارات البايثن بالطبعا آآ بسيط ووووووووووووووعيعني اه ه Horizontal ومهم جدا بالنسبة للناس اللي مبتدين في لغة البايثن لانه راح يكون فيه عند ال يعني ميزة ممتازة جدا اقدر ابتجاه لغاته Milky يعني مثلا لو اكتب امر معين مجرد انه يعني اضغط انتر راح اشوف الخرج باشرة يعني فيه تفاعل في كتابة الاوامر وهذا ممتاز جدا اللي يبغى يعني يعني يفهم آآ الخرج حق اي امر او وظيفة اي امر يعني بشكل سيء يعني ما يحتاج ان اكتب هذا الشيء في فائل تم سوران او ديباق وغيرا. طبعا آآ وبعض يعني آآ العيوب اللي فيه اللي هو البرنامج اللي يجمع البايثن اللي هو صعب ان الواحد يركز فيه اذا كان عندنا اوامر كثيرة ويعني ما في آآ ترقيم ويعني التصميم يعني ما يعني حتى الواجهة ما هي زي آآ سبلايم تكست وراح نشوف هذا الشيء فمثلا الواجه آآ الواجه عندي هنا مثلا مثلا خلني افتح اي برنامج مثلا عندي هنا هنا عندي مشروع مثلا هذا البرنامج عندي هذا بالسبلايم تكست لو نيجي نفتح البرنامج لو تلاحظون هنا عندي بالسبلايم تكست يعني بتحس ان يعني 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 الكود عندي مرتب ويعني حتى مظهره زين مظهر عندي ممتاز ويعني مرقم عندي ومرتب بتحس انك يعني تقدر يعني تقدر يعني تقدر يعني تركز في الكود وتفهم فطبعا هذا البرنامج ممكن ما رح نحس فيه اختلاف لان ما في اوامر كثيرة لو نيجي نحسب ممكن يعني ستة واربعين يعني ما ماهو كثير طبعا الواجه بعدين المتازة والخلفية والالوان اما اذا كنت بفتح هذا البرنامج مثلا هذا البرنامج لو كنت بفتح بالبرنامج اللي يجي مع نغتها البايثن لو نيجي مثلا هنا هذا الو اي دي ال اي طبعا لو تلاحظون ياخذ وقت عشان يفتح هذا ايضا من العيوب اللي موجودة فيها فعلا لو لاحظين لو احلت الحصة بالفظ اية البريد ادخلها البرنامج تشغيل بطن داش اليد يعني لو تلاحظون تحسوا ان في صعوبة في تتبع الاوامر تحس ان لا يوجد ترتيب وان الواجهة ليس مثل سبليم تكست طبعا يمكن عند بعض الناس هذا الشيء ما يهم حتى احيانا استخدم هذا البرنامج زي ما قلت لكن في ناس لا يعني على حسب الاشياء اللي اقدر اسويه اقدر اسويه هنا يعني هي مجرد الواحد ونظرتان فزي ما قلنا عندي برنامج برنامج بيثان عندي لول ممتاز جدا يعني مثلا اجي اسوي هنا اكس يساوي اربعة هنا عندي واي يساوي ثلاثة مثلا بعدين عندي زي زي يساوي اكس بلس واي مجرد ان اضغط انتر صورة اكس بلس اشترا متضاح في مجرد ان اضغط اضغطك سوف يكون عندي تفاعل جدا مع الأوامر التي أكتبها سوف أكتب مثلا سوف يطلع عند الخرج سوف أكتب مثلا سوف أكتب سوف تظهر لي هذا الخرج هنا تكتب الأمر أو الدالة التي تريد تعرف عنها يعني زي ما قلنا هذه في ميزة طبعا في البرنامج اللي مع البايفن طبعا ممتاز جدا اللي بيتعلم اللغة طايفا طبعا والنظام اللي بناتها أو كيف أقدر أوصلها بال بالحاسوب فأكيد سوف يكون عن طريق السيريال السيريال فعندي مكتبة في البايفن اللي هي باي سيريال هي مكتبة جاهزة عندي سوف تستخدم لي سوف تستخدم لي السيريال لتبادل بيانات رسالة بيانات واستقبالها نفس اللي موجودة عندي في الميكرو سي نفس وظيفة هنا ولكن في لغة البايفن سوف تسمح لي أني أقدر تبادل بيانات مع الأجهزة اللي سويتها هنا عندي بعض الميزات اللي هي ميزات مكتبة اللي هي باي سيريال مختصر هي رح تتحاكي لي أو رح تستخدم لي المنفذ ال RS-232 اللي تكلمنا عنه بالتقسيط طبعا اللي اللي حسنا فيه إشكالية عنده في بروتوكول السيريال خاصة URT أو RS-222 ثلاثين يعني أنصح الجميع منهم يرجعون لدروس السيريال تكلمنا عن هذا البروتوكول والبروتوكولات السيريال مو بس ال URT تتكلمنا عن i2c والس بي آي وغير هذي رح يعني رح تعلمن أساسيات استخدام الاتصالات التسجلسلية وكيف أقدر أوصل أجهزة وتعامل معها بااا 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 باستخدامالس يل هي البروتوكولات اللي يتم تبادل البيانات باستخدام السيريال مثل SPI, I2C, UART. طبعا نفس الكلام اللي تكلمنا عنه ما لا دعي يعني نعيد نفس الشيء. اللهم ان الفرق رح يكون ان كيف نحن نستخدم الاشياء اللي تعلمنا في لغة البيثن. ولا يعني ما في اختلاف. طبعا هنا مطلبات اللي رح نحتاج عشان ننزل مكتبة البيسيريال. يلازم يكون عندي بايثن 2.7 او يعني اصدار احدث من هذه النسخة. بايثن 3 او يعني اي شيء بعد البيثن 2.7. نقدر ننزل البيسيريال عن طريق البيب انستولر او انه نستخدم البيسيريال. طبعا رح نتكلم عن عن تحميل في الفيديو القادم ان شاء الله. رح نتكلم عن طريقة تحميله وتحميل بعض المكاتب واصلا رح نتكلم اول شيء عن تحميل لغة البيثن. لانه لا بد ان يكون عندي لغة بايثن عشان اقدر احمل المكاتب الثانية. وبعدين اقدر نستخدم عندي في التطبيقات. طبعا عندي هذا الفيديو الاول. تكلمنا عنه عن لغة البايثن. رح نستخدم لغة البايثن. واساسيات لغة البايثن. في الفيديو القادم ان شاء الله رح نتكلم ان كيف نقدر ننزل البايثن وبعض المكاتب المهمة اللي رح نحتاج عشان نقدر يعني نبني التطبيقات و نوصلها بالحسب. عندي في اخر سلايدين. طبعا قلنا احنا لو تذكرون في في بداية المحاضرة قلنا رح نستخدم اغلب التطبيقات في البرنامج المحاكاة. وقلنا رح نستخدم البيك مايكو كنترولر. عشان يعني يكون يعني من السهولة ان الناس الثاني اللي ما عندي يعني اه. الاجهزة تقدر يعني تشارك معنا. طبعا تكلمنا ايضا عن اه بالتفصيل في اه بداية الدورة. هنا عندي يعني مثال اه بسيط وصلت في يعني سويت في يعني انترفيس بين الجهاز اللي بنايته. اللي هو في هذا المثال عندي ماكرو كنترولر او بوصله بال. بمنفذ اللي هو ار اس ميتان ثلاثين عندي في الكمبيوتر عشان استخدم. تبادل بيانات بالسيريال. ف. عندي اشياء مهمة اول شي طبعا. ابن الدار عندي ووصل الاقطاب. هذا نقدر نتخيل ان منفذ اللي تكلمنا ايضا عنه. نوصل الاقطاب. بعدين عندي لابد ان يكون في برنامج يقدر يسويه لربط. يعني يقدر يحاكيني منفذ الار اس ميتان ثلاثين. لابد ان يكون عندي هذا البرنامج. رح نستخدم نفس البرنامج اللي ايضا تكلمنا عنه بالتفصيل. وش رح نعلوه. بي اس بي اي. هذا البرنامج. وش رح سويه. البي اس بي. اللي هو رح يسمح لي رح يحاكيني منفذ الار اس ميتان ثلاثين. يعني عندي في الاجهزة الجديدة ما رح نلاقي هذا المنفذ. فهذا رح يسوي المحاكاة للمنفذ نفسا. فهو اختصر يعني نقدر نفهم رح يربط لي بين الكمبيوتر والجهاز اللي سويته. يعني في هذا الحالة عندي المشروع اللي سويته في المحاكاة بالتطبيق اللي سويته في البيتان. يعني نقدر ندخيني لهم جهازين منفصلين. فهذا رح يسوي محاكاة بأنها يربطة الاثنين. فاي برنامج يقدر يسوي لهذا الشي. نحنا رح نتكلم عن نفس البرنامج اللي تكلمنا عنه. اللي هو البي اس بي اي. رح نسوي بين جهازين. عندي الكم وون اللي هو المشروع. والكم ثو اللي هو التطبيق اللي سويته في لغة البايثن. وبعد ان نقدر نرقب البيانات باستخدام اه اي برنامج. رح نستخدم برنامج الباتي او اي برنامج ثاني. زي ما تكلمنا عن اه عن برنامج الباتي في اه الدروسة السابقة. رح يسمح لي ان اه اه اراقب تبادي البيانات. بين الحاسوب والجهاز. هنا عندي الخطوات مرقمة هنا. اللي يحتاج يرجع له. راح نحتاج ان يسوي هذه الاشياء على اساس اني اقدر اتواصل مع الاجهزة اللي رح يزويت. او المشاريع اللي رح يزويت. اللي ما يريد استخدم المحاكاة. يريد استخدم الريل هاردول. طبعا عن توصيل بسيط جدا. زي ما قلنا في اه الاجهزة الحديثة. ما ما رح نلاقي منفذ الار اس ميتين اتين ثلاثين. فاذا بغينا ان نوصل الجهاز عندي بالحاسوب. فنقدر نستخدم منفذ اليو اس بي. اللي ينتشر بكثرة في جميع الاجهزة الجديدة. ايضا تكلمنا عن يو اس بي تو سيريال كونفيرتر. بالتفصيل تكلمنا عنه في درس اليو اي ار تي او سيريال كومنيكيشن. فهنا عندي الماكرو كنترولر. راح اوصل. طبعا نوحد الجراوند. راح نوصل الار اكس مع تي اكس. حق الدارة. والتي اكس. حق الدارة. دا دارة اليو اس بي تو سيريال. مع. تي اكس حق الماكرو كنترولر. يعني نعكس التوصيل الار اكس مع تي اكس. وتي اكس مع الار اكس. بعدها راح نوصل. وكذا راح يكون عندي نفس. نفس الموجود عندي هنا في المحاكاة. ولكن. هذه عندي الريل هارد وير. طبعا لو تلاحظون كل هذه الاشياء تكلمنا عنها. بس الاختلاف زي ما قلنا راح يكون عندي بس. باني انا بمجرد يعني اول كنوشن سوي اننا نراقب التبادل البيانات. بين المايكرو كنترولر والحاسوب. باستخدام الترميلا اليميليشن سوفتور. زي مثلا الباتيا والدوك لايت. هنا عندي انا راح اصمم التطبيقات. راح اصمم البرنامج والواجهة. بالشكل اللي ابي. ومن خلال اقدر يعني اراقب تبادل البيانات وتحكم بالنظام. فهذه كان. يعني هذه اللي كانت عندي مقدمة. في السلسلة راح نتكلم عنا باستخدام بايثن. وتصميم تطبيقات الحاسوب وتوصيله بالمايكرو كنترولر. ان شاء الله في التروس القادم ان شاء الله راح نتكلم عن اه. هذه الأشياء بالتفصيل. و راح نبدأ نسوي تطبيقات. عشان نقدر نستفيد من اه. الاشياء اللي اتكلمنا علينا. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. شكرا